انطلقت ضربة البداية النهاردة اليوم الأول على مدار ثلاثة أيام انتخابات الرئاسة وانتخابات المصريين أو تصويت المصريين بالخارج شايف حضرتك ملامح المشهد إزاي؟ والله هو مشهد دي يعني طبعاً مش جديد على المصريين وسواء في الداخل والخارج إنما هقولك يمكن أنا بقى أعتبر أن أهم ملامح على فكرة الانتخابات الرئاسية الحالية أن بنأكد على الناس أن انتقال إلى المستقبل مش انتقال سهل انتقال بيحتاج لكل مشاركة المصريين انتقال عبر الناخبين مش المرشحين فقط يعني بعض على فكرة أحياناً بيقعد بيتكلم على فكرة أن الانتخابات كده كده تخلص ونسبة المشاركة فيها مش هتفرق كتير لا ده كلام طبعاً يعني مفترض أن احنا نرفوزه جميعاً المصريين في الداخل والمصريين في الخارج وأنا أعتقد النهاردة على فكرة هتبقى الرسالة ونقطة البدء في هذا المصار مصار مشاركة المصريين في صناعة المستقبل بتاع هذا الوطن هتبدأ من الخارج ويمكن عايز أقول لحضراتكم أنا الكلام ده وتلمسته بنفسي في لقائم عدد من جاليات المصرية في الخارج منها مثلاً الجالية المصرية في الولايات المتحدة الأمريكية والجالية المصرية في إنجلترا والجالية المصرية في فنندا والجالية المصرية في الصين والجاليات المصرية في عدد من الدول العربية المصريين بالفعل في الخارج اللي هبادأ النهاردة يعني هو خلاص يتوافده بشكل كبير جداً أمام اللي جاء الانتخابية أو مقار الاقتراع والتصويت في الانتخابات الأسية اللي هي بتتجاوز 137 مقار انتخابي للتصويت أعتقد أن هذه الحشود من المصرين هم الناس دي بشعر بمسؤوليتها المهمة جداً مهمة جداً أن تدشين الجمهورية الجديدة بيبدأ يوم 1.12 الساعة 9 صباحاً في كل اللجان الاقتراع اللي موجودة على مستوى 121 دولة لذلك أنا بقول لك أنا أنا بأكد أن المصريين بالخارج أكثر استشعار رغم من البعض بيعتقد أن دول الناس خاص بيقضوا عن الوطن وناس موجودين في الخارج ومشغولين إما بتكوين مستقبلهم في العلمي أو بمستقبلهم المدى أو تأمين مستقبلهم المدى عبد الفرص حمل في الخارج لا أنا بقول لك قسماً بالله الناس المصريين بالخارج أكثر ارتباطاً عن طريق حبل سري أو سري ساميه زي ما أنت عايز بالبلد دي يمكن يبقى سافر مرغاماً عشانية بحيث عن فرصة تعمل وتأمين مستقبل أبنائه عن طريق فرصة تعمل في الخارج إنما يزل مرتبطاً ارتباطاً ووثيقاً وقوية بالبلد دي وبمشاكلها وبألمها وبتحدياتها وبمحاولات استهدافها فعشان كده أنا بقول لك أنا براهي النهاردة إن مشاركة المصريين بالخارج هتشهد نحن عندنا تقريباً أكثر من 14 مليون ناخب مصري في مختلف الدول اللي هو في 121 دولة أنا بقول لك لا أنا أتوقع أن نسبة المشاركة في الخارج تجاوز كل المشاركات في الانتخابات الرئاسية والنيابية على مدار العشر سنوات الأخيرة